بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا هو العلم اللي بيختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة لمعرفة خصائصها وصفاتها ووظائفها وقلنا أنه في مراحل لتطور هذا العلم بدءا من العلماء اللي سهموا في تطور علم المايكروبيولوجي بداية من العالم أنتوني فان ليبينهوك ومكتشف الكائنات الحية الدقيقة ثم العالم لويس باستير وهو رائد ومؤسس علم المايكروبيولوجي وهدم نظرية التوالد الذاتي التي تنص على أن الكائنات الحية الدقيقة بتوجد في الأوساط بدون أصل حي ودي طبعا نظرية خاطئة وبعد كده العالم روبرت كوخ وهو العالم اللي وضع أسس التحضيرات البكتريولوجية وهو مكتشف ميكروبي السل والكلرة وبعد كده درسنا أعزاء الطلبة والطالبات أهمية الكائنات الحية الدقيقة أخذناها من حيث المنافع وأيضا من حيث الأضرار ثم بدأنا نتطرق لدراسة أهم مجميع الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في الحياة أخذنا منها أول مجموعة اللي هي البكتريا وقلنا البكتريا كائنات حية دقيقة تمتاز بسرعة تقاصرها بالانقسام الصناعي البسيط وقدراتها العالية على تحليل المواد العضوية ودرسناها من حيث أيضا أنواع البكتريا وأشكالها قلنا الشكل الكروي والشكل العصوي والشكل الحلزوني وأيضا درسناها من حيث نوع الحركة قلنا هما ثلاث أنواع الحركة بالأصوات والحركة الإنزلاقية والحركة البرلمية أو الصعبانية ودرسنا تركيب الخلية البكتريا وأيضا درسنا البكتريا من حيث مصادر حصولها على الكربون والطاقة قلنا بكتريا هيتيروتروفية وبكتريا أوتوتروفية اللي هي بكتريا زاتية التغذية وبكتريا غير زاتية التغذية وبعد كده بدأنا ننزلس في الفطريات وقلنا الفطريات كانت حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكن يمكن رؤيتها بالميكروسكوب قد تكون وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا لا تحتوي على الكولوروفيل ولذلك تعيش إما متطفلة أو مترممة على كائنات أخرى وبدأنا ندرس أيضا بعد كده تركيب خلية الفطر وأيضا بدأنا ندرس بعد كده تقسيم الفطريات على حسب نوع التكاثر الجنسي قلنا هم خمس أنواع فطريات بيضية وزيجية وأسكية وبازدية وناقصة ودرسنا أيضا الفطريات على حسب طريقة حصولها على الغذاء قلنا فيه فطريات متطفلة وفيه فطريات مترممة وخدنا مثال لفطر يعيش معيشة تكافلية مع جزور النباتات قلنا هو المايكورايزا قلنا المايكورايزا جزور فطرية بتعيش معيشة تكافلية بجانب جزور النباتات وقسمناها لقسمين مايكورايزا داخلية ومايكورايزا خارجية وعرفنا الأهمية الاقتصادية لفطريات المايكورايزا وبعد كده بدأنا ندرس التحالب قلنا كينات حية دقيقة ومائية تعيش في أوساط مائية وقسمناها على حسب اللون الأكتر من قسم وعرفنا الأهمية الاقتصادية للتحالب وبعد كده بدأنا ندرس الفيروسات وقلنا أن الفيروسات جثيمات دقيقة جدا لا ترى بالعين المجردة ولا ترى حتى بالميكورسكوب الضوء العادي ولكن يمكن رؤيتها بالميكورسكوب الإلكتروني بيبقى لها أهمية اقتصادية لأنها بتخش في أدوار خطيرة جدا بتسبب أمراض للإنسان والحيوان والنبات وقسمنا الفيروسات على حسب نوع العائل إلى ثلاث أقسام فيروسات نباتية وفيروسات حيوانية ومجموعة لقيمات الكائنات للحياة دقيقة وبعد كده بدأنا ندرس البروتوزوة وقلنا البروتوزوة كائنات حياة دقيقة بتعيش فيه التربة وأيضا بتعيش فيه البرك والمستنقعات وأسمناها على حسب الحركة إلى أربع أقسام رئيسية مجموعة الصوتيات ومجموعة الهدبيات ومجموعة زوات الأقدام الكاذبة وأيضا مجموعة الجرسميات وعرفنا الأهمية الاقتصادية للبروتوزوة وبعد كده بدأنا نتطرق في الباب التاني لدراسة مايكروبيولوجيا التربة واخدنا في تركيب التربة الزراعية قلنا جزء العضوي وجزء المعدني والهواء الأرضي والماء الأرضي والكائنات الحياة الدقيقة وبدأنا ندرس دورة الكربون وعرفنا مراحل تحلل المادة العضوية وانتلاقساني وكسيد الكربون قلنا هما ثلاث مراحل وبعد كده بدأنا ندرس أهمية الدبال في التربة وأيضا بدأنا ندرس دورة الكربون وكيفية تحلل بعض المواد العضوية زي النشا والسليلوز واللجنين والكايتين وبعد كده خدنا مثال تطبيقي على تحلل المواد العضوية بوسط الكائنات الحياة الدقيقة لها هويا اللي هو انتاج الغاز الحي والبيو جاز وعرفنا أهم المخلفات اللي بتدخل فيه انتاج البيو جاز قلنا مخلفات حيوانية ومخلفات أدمية ومخلفات منزلية ومخلفات صناعية مخلفات نباتية وبعض أنواع الحشاش وعرفنا العوامل اللي بتوقف عليها حجم ووحدة نوع البيو جاز وأيضا عرفنا العوامل اللي بتأثر على كمية وحجم الغاز الناتج وتركيب وحدة البيو جاز قلنا تركيب وحدة البيو جاز عبارة عن أربع أجزاء المخمر وحوض الدخول وحوض الخروج وخزان تجميع الغاز وبعد كده بدأنا ندرس أهمية الغاز الحيوي اللي هو البيو جاز قلنا هو مصدر بديل الطاقة بيستخدم في الإنوارة والطهي وتوفير مصدر للسماد العضوي اللي هو السماد الصلب والسماد السائل وبعد كده درسنا دورة النيتروجين قلنا أدوار الكائنات الحية الدقيقة بالنسبة لدورة النيتروجين اللي هي معدنة مركبات النيتروجين العضوي واختزال النطرات وانطلاق الأزوت وتثبيت أزوت الهواء الجوي بفعل بكتيريا تكافلية وبكتيريا لا تكافلية وعرفنا أنواع البكتيريا التكافلية وأنواع البكتيريا لا تكافلية واخدنا بعد كده دورة الفوسفور وعرفنا الأدوار اللي بتقوم بيها الكائنات الحية الدقيقة بالنسبة لعنصر الفوسفور وبعد كده بدأنا نتطرق للوحدة التالتة اللي هي مايكروبيولوجيا المياه وعرفنا همية المياه في حياتنا وعرفنا أيضا مصادر تلوث المياه قلنا التلوث بمايكروبات التربة تلوث بمخلفات الإنسان والحيوان والمخلفات الزراعية والمخلفات الصناعية وبعد كده بدأنا ندرس كيفية تنقيط ومراحل تنقيط مياه الشرب اللي هي وقاية مصدر المياه من التلوث بمياه المجاري وأيضا مرحلة الترسيب ثم الترشيح ثم التطهير بإضافة الكلور ثم المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الفلورة أو إضافة الفلور وبعد كده بدأنا ندرس كيفية الكشف عن كفاءة معالجة مياه الشرب قلنا عن طريق إجراء بعض الاختبارات الميكروبيولوجية اللي هي إجراء اختبار العد الكلي للميكروبات في عينة المياه وأيضا الكشف عن الميكروبات المرضية عن طريق الكشف على الميكروبات المعاوية وفي حلقة النهاردة أعزاء الطلبة والطلبات هنبدأ ندرس ميكروبيولوجيا مياه المخلفات تعالوا بنا أعزاء الطلبة والطلبات نبدأ حلقة اليوم ونعرف إيه هي مياه المخلفات ومصادرها وكيفية معالجة مياه المخلفات مايكروبيولوجيا مياه المخلفات يعني مياه المخلفات هي المياه النتجة عن استعمال مجتمع من المجتمعات السكانية مصادرها بقى إيه؟ واحد مياه مخلفات المنازل اتنين مياه مخلفات المصانع تلاتة مياه مخلفات المزارع والحضايق وأربعة المياه الجوفية والسطحية التي تصل إلى مواسير صرف المدن تعالوا بينا ناخد بقى الصفات المايكروبيولوجية لمياه المجاري مياه المجاري بتحتوي على خليط متنوع من المايكروبات تصل أعداد البكتيريا بمياه المجاري الخام إلى عدة ملايين في الملي لتر الواحد كما يوجد بمياه المجاري العديد من المايكروبات المرضية المسببة لأمراض التيفود والكولورا وشلل الأطفال وكل الأمراض اللي احنا درسناها في الحلقة السابقة التهاب الكبد الوباي والدسنتاريا والحمة التيفودية والحمة البارة تيفودية وكل دي أمراض خطيرة بتؤثر على صحة الإنسان وأيضا على صحة الحيوان تعالوا بينا أعزائي الطلبة ناخد بقى طرق معالجة مياه المجاري لو احنا دخلنا محطة لتنقية مياه الصرف الصحي حنلاقي إنه المحطة متقسمة ليه ثلاث أقسام رأسية اللي هي المعالجة الطبيعية أو بنقول عليها حوض المعالجة الابتدائية ثم حوض المعالجة البيولوجية ثم الجزء الأخير أو الحوض الأخير اللي هو المعالجة الكيميائية أو بقولوا عليها المعالجة النهائية يبقى احنا عندنا الغرض من المعالجة أول حاجة الحصول على مياه بتصلح للري والحصول على رواسب تصلح كسيمات عضوية يبقى أنا عندي أول حاجة بجمع المياه علشان حاجتين الحاجة الأولى أن أنا أتخلص من الميكروبات المسببة للأمراض في البيئة وأيضا أنق المياه وأعملها عملية إعادة استخدام أو إعادة تدوير كمصدر بديل للمياه النقية ولكن لا يتم رأي بها المحاصيل الزراعية أو محاصيل الخضر أو الفكهة التي يأكلها الإنسان لأنه يبقى محتواها من العناصر السقيلة اللي بتسبب الكنسر أو اللي بتسبب السرطان وأيضا من الميكروبات المرضية بيكون حمل ميكروبي عالي مما يؤدي إلى إصابة الإنسان بهذه الأمراض ولكن يفضل استخدامها في رأي الغابات الشجرية عندي ثلاث طرق وثلاث خطوات في محطة المعالجة المياه المجاري الخطوة الأولى زي ما قلت لكم من شوية لها المعالجة الابتدائية ثم المعالجة البيولوجية ثم المعالجة النهائية أو بقولوا عليها المعالجة الكيميائية هناخد أول مرحلة اللي هي المعالجة الطبيعية بتتم معالجة المياه على أكتر من مرحلة أول حاجة بجمع مياه المجاري في مواسير مغلقة بعيدة عن مواسير مياه الشرب اتنين بمرر المياه على حواجز على شكل قطبان بتعمل كمصفاء لفصل المواد الصلبة الضخمة والأخشاب ثلاثة امرار المياه على مصافي لحجز الأجزاء الكبيرة من المواد العالقة ويتم سحبها باستمرار أربعة والأخيرة في المعالجة الطبيعية اللي هي يمرر الجزء الرائق إلى خزانات الترسيب ويترك عدة ساعات ليتم رسوب المواد العالقة وبيتم استخدام الرواسب بعد تجفيفها كاسمات عضوي وعلشان أصرع من عملية الترسيب بيتم إضافة الشابة اللي احنا بنقول عليها كابريتات الألمونيوم إلى المياه ثم يتم سحب الجزء الرائق في الخطوة التالية الخطوة التالية بقى اللي هي المعالجة البيولوجية اللي هي تهمينا احنا في الموضوع مايكروبيولوجيا المياه لأنها بتعتمد في المعالجة على استخدام الكائنات الحية الدقيقة بتتم للتخلص من المواد العضوية عشان انتم عارفين أن الكائنات الحية الدقيقة ووظفتها أنها بتحلل المواد العضوية زي ما خدنا فيه أول حلقة خالص بأكسادتها إلى أحماض عضوية وكحولات وغازات ويتم ذلك في أحواض المعالجة البيولوجية بإضافة الحمأة النشطة وحقول لك يعني حمأة نشطة دلوقتي مع توفير الظروف الهوائية للبكتيريا لتؤكسد المواد العضوية الموجودة بالمياه إلى أملاح الفوسفات والنطرات والتخلص منها بيولوجيا وبتمرر السوائل على مرشحات رملية لاستكمال تحلل ما تبقى من مواد عضوية يبقى في أحواض المعالجة البيولوجية استخدم الحمأة النشطة كبادئ بيحتوي على مايكروبات بتكون بتحليل المادة العضوية وأكسادتها إلى أحماض عضوية وكحولات وبعد كده ببدأ أسحب المواد العضوية المتحللة أو المياه المتحللة ويدخلها في المرحلة الثالثة اللي هي المعالجة الكيميائية أو المعالجة النهائية المعالجة النهائية بقى بيتم فيها معالجة السواء للناتجة من المرشحات الرملية باستخدام الكولور أو الأوزون للتخلص مما بها من مايكروبات مرضية وبتستخدم السواء للناتجة بعد المعالجة في رأي الأشجار زي ما قلت لكم من شوية أو استصلاح الأراضي أو يتم التخلص منها في البحر أو في النهر أما في المجتمعات الصغيرة بيتم التخلص من مخلفات المجاري دون معالجة بطريقة التخفيف بيقاها في أحجام كبيرة من المياه اللي هي مية البحر أو مية النهر من خلال مواسير بتمتد بعيدا عن الشواطئ وبتكون نسبة بين مياه المجاري الملقاة ومياه البحر من 1 إلى 50 يعني 1 مية مجاري إلى 50 جزء من مياه البحر أو النهر في المعالجة الكيميائية أو النهائية بتتوفر كمية مناسبة من الأكسوجين الزائب في الماء بتكفي لأكسادة البيولوجية للمواد العضوية بواسط الميكروبات لتحللها فلا تجد الميكروبات المرضية الموجودة بمياه المجاري مصدرا كافيا لها من الغذاء والطاقة فتموت وطريقة التخفيف لا تصلح في المجتمعات السكانية الكبيرة لزيادة كمية المياه المجاري الملقاة وضيق نسبة التخفيف اللازمة مما يؤدي لقلة الأكسوجين اللازم للميكروبات لتحليل المواد العضوية فتسود أيضا الظروف اللاهوائية وتتحلل المواد العضوية لمخلفات المجاري لاهوائيا فتظهر رواح كريهة وتتلوس المياه وتموت الأحياء المائية والأسماك وبيزيد الضرر هناخد بقى جزء مهم جدا اللي هو معالجة المواد الصلبة أنا دلوقتي مررت المياه المجاري في المرحلة الأولى عملت لها عملية ترسيب ثم في المرحلة التانية عملية تحليل للمواد العضوية باستخدام الحماء النشطة وفي المرحلة الأخيرة عملت عملية تخلص من الميكروبات المرضية الموجودة في المياه باستخدام الكولور أو الأزون طيب أنا دلوقتي حيبقى عندي مخلفات صلبة موجودة في الحوض النهائي أو في الحوض الأول أستخدمها إزاي أو أتخلص منها إزاي أول حاجة بتخفف في أحواض خاصة وتكشط وتدق وتنعم وبتستخدم كسماد عضوي يسمى سماد المجاري المخفف الحاجة التانية ممكن أننا أخمر المواد الصلبة لا هوائيا لإنتاج الغاز الحيوي اللي هو غاز البيوجاز واستخدام هذا الغاز كمصدر بديل ومتجدد للطاقة النظيفة أنا قلت لكم من شوية الحماء النشطة باستخدمها كبادئ في أحواض المعالجة البيولوجية طيب إيه هي الحماء النشطة دي هي عبارة عن رواسب مخلفات مجاري حديثة المعالجة غنية بالميكروباط بتضاف كبادئ في أحواض المعالجة البيولوجية فتساعد على سرعة تحلل المواد العضوية الموجودة بمياه المجاري هناخد بقى إيه هي الأهمية من إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي أو معالجة مياه المجاري أول حاجة المحطات دي بتمنع انتشار الميكروباط المرضية في البيئة بتستخدم المخلفات الصلبة كأسمدة عضوية أو ممكن أعمل لها عملية تخمير وتستخدم كمصدر للطاقة وإنتاج البيوجاز تلاتة منع تلوث المياه التي ستلقى بها مياه المجاري حفاظا على صحة الأفراد والصروة المائية سواء كانت نباتية أو حيوانية أربعة التخلص من المواد العضوية وما ينتج عن تحللها من رواح كريهة أو تجمع لرواسب غير مقبولة يبقى أنا عندي أربع عناصر رئيسية لو قال لك أذكر أهمية معالجة مياه المجاري أو أهمية إنشاء محطات الصرف الصحي يبقى تقول له لأربع حاجات دول هناخد بعد كده أعزاء الطلبة والطلبات أنا عملت عملية معالجة لمياه الصرف الصحي إزاي أتأكد أنه عملية المعالجة اللي أنا عملتها تم إجراءها بكفاءة عالية أنا بقوم بإجراء تلات اختبارات كم اختبار؟ تلات اختبارات الاختبار الأول بقول عليه الأختبار الاحتمالي النوع الثاني بقول عليه الاختبار التأكيدي والنوع الثالث بقول عليه الاختبار التكميلي في الاختبار الاحتمالي أنا باخد عينة من المياه والعينة دي بقى أعمل لها أعمل سلسلة من التخفيفات ثم أقوم بإضافتها في زجاجات إلى ما يسمى بيئة السكر اللاكتوز او بيت اللاكتوز اذا انتجت حامض وغاز بعد 24 ساعة معناها ان عينة المياه عينة ايجابية وعينة محتوية على الميكروبات المرضية واذا انتجت غاز فقط او حامض فقط بعد 24 ساعة فمعناها ان العينة مشكوك فيها فباجر الاختبارات التانية اللي هي الاختبار التأكيدي والاختبار التكميلي واذا لم احصل على غاز وحامض لا بعد 24 ساعة ولا بعد 48 ساعة معناها انه تم معالجة مياه المجاري بكفاءة عالية ولا تحتوي على ميكروبات مرضية تعالوا بينا اعزائي الطلبة والطلبات ناخد الكشف عن كفاءة المعالجة بيتم بالكشف عن بكتيريا لستيريا مونو سايتوجينيس ليه بقى النوع ده من البكتيريا انا كتبها لكم بالعربي هي مفروض تتكتب اسم لاتيني لستيريا مونو سايتوجينيس لانه ممكن يجيلك سؤال عالي في الامتحان ولو انه نادر شوية انا بكلمكم منتهى الصراحة عشان بس الاسم العلم يبقى صعب عليكم لانه البكتيريا دي بتوجد بكسرة في مياه المجاري مصاحبة لبكتيريا القولون وبتقاوم الكولور بدرجة كبيرة لذلك فوجودها بمياه المجاري مع بكتيريا السلمونيلا بيؤخذ كدليل على عدم كفاءة اخلي بالكم من عدم عدم كفاءة المعالجة واحتمال وجود ميكروبات اخرى مرضية تعالوا بقى نتطرق لجزء عملي مهم جدا جدا اعزاء الطلبة والطالبات وبيجي منه اسئلة في الامتحان على صورة علل او صورة اكمل او صح وغلط او اختر حتى فتركزوا معايا فيها لانه انتوا طبعا في بعضكم كان غير متواجد بالمدارس في الجزء العملي فاحنا بنحاول نعمل لكم بقدر الامكان في برنامجنا المتميز تغطية لجزء العملي سواء كان في مادة الامراض النبات او في مادة الافات الزراعية او مادة المايكروبيولوجيا فاحنا بنغطي لكم جزء العملي بقدر الامكان واحنا من خلال هذا المنبر الاعلامي بنتوجه بالشكر لكل القائمين على تنفيذ واعداد واخراب وتصوير وكل كرو العمل ببرنامج في بيتنا مدرسة حقيقي خلية نحل تعمل بلا تعب ولا ملل لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأعزان الطلبة والطالبات اول حاجة انا علشان اجري اختبارات التفرقة بين افراد بكتيريا مجموعة القولون انا عندي مجموعة بكتيريا القولون اللي عندي هما نوعين النوع الاول بقول عليه اي كولاي او اي شريشيا كولاي والنوع التاني بقول عليه انتيروباكتر اريوجينيس واول اختبار بجري على عينة المياه اللي هو انتاج الاندول بيعتمد الاختبار ده على قدرة بعض الميكروبات على تحليل الحامض الامينة ريبتوفان خلي بالكم ان اكمل وانتاج الاندول ويلاحظ ان الاي كولاي اللي هي اي شريشيا كولاي لها القدرة على انتاج الاندول بعكس الانتيروباكتر يبقى انا عندي الاي كولاي في الاختبار ده موجبة والانتيروباكتر سالبة الاختبار التاني اللي هو اختبار احمر الميصايل برضو باللاحظ ان الاي شريشيا كولاي لها القدرة على تكوين كمية من الحامض في البيئة اكثر من اللي بتنتجها الانتيروباكتر وبالتالي يمكن ان تغير الاي كولاي لون الدليل الى اللون الاحمر تبقى موجبة في اختبار احمر الميصايل والانتيروباكتر سالبة في هذا الاختبار الاختبار التالت اللي معايا اسمه اختبار فوجس وبروسكور الاختبار ده بيعتمد على قدرة مايكروب الانتيروباكتر اريوجينيس على تكوين مركب الاسيطايل ميصايل كاربينول حفظوا الاسم ده عشان اكمل اسيطايل ميصايل كاربينول اثناء عملية التحويل الغذائي لحمض الارجينين في حين ان الايكولاي لا ينتج هذا المركب من حمض الارجينين في البيع يبقى بالتالي الانتيروباكتر موجبة في اختبار فوجس وبروسكور بينما الايكولاي سالبة في الاختبار ده الاختبار الرابع اللي عندي اللي هو اختبار تمثيل السطرات ايضا الانتيروباكتر موجبة في هذا الاختبار نظرا لقدرتها على تمثيل السطرات كمصدر للكربون في بيئة مكونة من املح معدنية في حين ان الايكولاي سالبة لهذا الاختبار ولا يمكنها تمثيل السطرات تعالوا ناخد الاختبار الخامس اللي معنا اسمه اختبار كمية ونوع الغاز الناتج من تخمر سكر اللاكتوز لوحظ ان الانتيروباكتر بتنتج غاز ساني اكسيد الكربون بمعدل اكبر من انتاج غاز الهايدروجين في حين ان الايكولاي كمية الغاز بتكون متساوية يعني الهايدروجين كميته بتكون مصاوية لساني اكسيد الكربون الاختبار السادس والاخير اللي هو اسمه اختبار ايكمان بيعتمد هذا الاختبار على قدرة الايكولاي على النمو في بيئة مكونكي السائلة منتجة حامض وغاز اذا تم تحضنها على درجة حرارة اربعة واربعين درجة موية اكمل خلي بالكم من الدرجة ومن البيئة يبقى ممكن يقولك تعتمد على في اختبار مكونكي ايكمان على قدرة نواط على النمو في بيئة نواط منتجة حامض وغاز اذا تم تحضنها على درجة نواط درجة اربعة واربعين درجة موية بينما الانتيروباكتر لا تستطيع النمو في بيئة ايكمان وانا عامل لكم هنا ملخص لست اختبارات الايكولاي مجابة في اختبار الاندول بينما الانتيروباكتر سالبة احمر الميصال ايكولاي مجابة وهنا سالبة فوجس وبرسكور العكس ايكولاي سالبة وانتيروباكتر مجابة تمثيل استطرات ايضا العكس ايكولاي سالبة والانتيروبكتر مجابة وكمية ونوع الغاز زي ما قلتلك في الايكولاي بيكون سانيكسود الكربون اكبر من الهيدروجين بينما في الانتيروبكتر الكمية متساوية واختبار ايكمان موجب في الايكولاي وسالب في الانتيروبكتر تعالوا بقى عزاء الطلبة والطالبات نتطرق للوحدة التالتة والوحدة المهمة اللي هي مايكروبيولوجيا الاغذية انا عندي الغذاء بتاعي منذ قديم الازل والانسان بيحاول انه يحافظ على منع فساده بقدر الامكان وكان في محاولات بدائية للمحافظة على الغذاء عن طريق استخدام طريقة الحفظ بالتكفيف او عن طريق استخدام المواد الحافظة زي مثلا المحالين المركزة زي محلول السكري والمحلول الملحي وهكذا وعملية الحفظ باستخدام الحرارة المرتفعة زي غالي الطعام للقتل الميكروبات المرضية الموجودة به محاولات عديدة جدا لمنع تلوث الغذاء بالكائنات الحية الدقيقة وايضا حفظه لفترة طويلة لحين استخدامه تعالوا بنا عزاء الطلب والطلبات نعرف اهم مصادر تلوث الاغذية بالميكروبات انا عندي غذاء ايه هو المصادر اللي ممكن تلوث لي الغذاء اللي موجود عندي وبالتالي انا بتفادى تعرض لمثل هذه المصادر اول حاجة تلوث الاغذية بالميكروبات عن طريق التربة تتلوث المحاصيل الدرانية والجزرية بالاحاية الدقيقة زي البطاطس مثلا نتيجة الملمسة المباشرة او بواسطة الهواء او غسيل التربة بواسطة الماء بعد سقوط الانطار بيحدث تلوث لبعض المحاصيل التي تنموا قريبا من سطح التربة زي الفراولة والفول والبسل النوع الثاني من مصادر التلوث اللي هو تلوث الاغذية بالميكروبات عن طريق المياه المياه بتلوث الاغذية عندما يتم استخدام مياه ملوسة او مياه مجاري في رأي المحاصيل زي ما قد تلكم من شوية او في غسيل الخضروات او اثناء تصنيع الاغذية او استخدام سلت مصنع من مياه ملاوسة في حفظ هذه الاغذية المصدر التالت اللي هو تلوث الاغذية بالميكروبات عن طريق الهواء بتنقل رياح جراسيم بعض الامراض الى المواد الغذية من المناطق الملوسة وبيجب ان تكون حركة الهواء في المصانع من المناطق النظيفة الى المناطق الغير نظيفة اربع اللي هو تلوث الاغذية بالماكروبات عن طريق الإنسان خلي بالكم من النقطة دي مهمة جدا لأنه الناس اللي بتشتغل في مجال تصنيع وتداول الأغذية لابد من استخراج بطاقة صحية وشهادة صحية تؤكد خلوهم من الأمراض السارية أو الأمراض المعدية يعتبر الإنسان مصدر هام لتلوث الأغذية وذلك من خلال تداوله لهذه الأغذية حيث توجد الأحياء الدقيقة في عدة مناطق من جسم الإنسان أهما الجلد والشعر والأنف والتجويف الفمي والقناة الهضمية المصدر الخامس اللي هو تلوث الأغذية بالماكروباط عن طريق علائق الحيوان بيتلوث جسم الحيوان بالكائنات الحياة الدقيقة الموجودة بالعليقة وبتنتقل تلك الكائنات إلى منتجات الحيوان من الألبان واللحوم المصدر السادس اللي هو تلوث الأغذية بالماكروباط عن طريق مخلفات الحيوان ومياه المجاري عندما يتم استخدام راوس الحيوان أو مياه المجاري غير المعاملة لزيادة خصوبة التربة ويؤدي ذلك إلى تلوث المحاصيل الناتجة بالكائنات الحية الدقيقة الممرضة المصدر السابع لتلوث الأغذية بالمايكروبات عن طريق الأدوات والمعدات المستخدمة أثناء عملية التصنيع تتلوث الأغذية في المصانع أثناء عملية التصنيع عن طريق الأدوات مثل السكاكين والمناشير وآلات التقشير والتقطيع والمفارم والسيور الناقلة ولذلك بيجب العناية بتنظفها وتطهير هذه الأدوات والمعدات باستمرار المصدر الثامن والأخير اللي هو تلوث الأغذية بالمايكروبات عن طريق العبوات العبوات من أهم مصادر تلوث الأغذية اللي هي العبوات بتشمل أي شيء بيعبق فيه المادة الغذية سواء كان عبوات زجاجية أو بلاستيكية أو معدنية أي كان هذه العبوات إذا كانت غير نظيفة فيكون الحمل الميكروبي لها عالي أولاد وبالتالي بيؤدي إلى سرعة فساد الغذاء وتلوثه بالمايكروبات ولذلك بيفضل إجراء عملية تطهير وتعقيم لهذه العبوات قبل تعبية المادة الغذائية بها وأنا جايب لكم هنا ملخص في صورة لمصادر تلوث الغذاء بالتمنى مصادر اللي احنا قلنا عليه هناخد بعد كده أعزاء الطلبة وطلبات طرق الحفظ بقى احنا خدنا مصادر التلوث هما تمانية طرق الحفظ بقى هتلاقي هما عندك أكتر من طريقة حوالي ست طرق بيسعى الإنسان زي ما قلت لكم من شوية منذ سنوات إلى حفظ الغذية بهدف منع النمو الميكروبي بها وإيقاف حدوث تغيرات غير المرغوبة وبالتالي يصبح الغذاء أقرب ما يمكن إلى حالته الطبيعية لاستخدامه في الأوقات التي يقل فيها هذا الغذاء خلي بالكم من الجزئية اللي جاية دي ده موضع لأسئلة في الامتحان أذكر الأسس العامة التي بني على أساسها طرق حفظ الأغذية أول حاجة الأسس غير الطرق خلي بالكم وده سؤال جي في الامتحان ومعظم الطلبة قبل كده أجاوبوا على أساس أنه هو عايز الطرق لو هو عايز الأسس فالأسس غير الطرق أول حاجة من الأسس العامة إبعاد أو منع التلوث تصبيت النمو الميكروبي يعني تصبيت يعني تقليل أو قتل أو منع ثلاثة قتل الميكروبات وده في المرحلة الأخيرة لبقى أنا عندي ثلاث أسس لحفظ الأغذية تعالوا بقى نتطرق إلى جزئية مهمة جدا اللي هي الطرق العامة المستخدمة في حفظ الأغذية أول حاجة الحرارة الحرارة بتشمل نوعين يولا حرارة مرتفعة وحرارة منخفضة هنقود أول حاجة الحرارة المنخفضة الأساس في هذه الطريقة هو إبطاء النمو والنشاط التمثيلي للميكروبات دون قتلها نتيجة خفض درجة الحرارة إلى دون الصفر الماوي أو أقل من الصفر الماوي نقسم الطرق إلى ثلاث طرق اللي هو الحفظ على درجة حرارة أعلى من الصفر الماوي يعني تقريبا 10 إلى 15 درجة ماوية بتستخدم في حفظ البطاطس والبطاطا والحفظ في الطريقة دي بيكون محدود يعني مدة الحفظ لا تتخطى من 10 تيام لأسبوعين تقريبا اتنين الحفظ على درجة حرارة قريبة من الصفر الماوي اللي هي من 3 إلى 5 يعني نقدر نقول التلاجة من جزء الأسفل بتستخدم لحفظ البيض والألبان والفواكه والخضر والحفظ بهذه الطريقة بيكون برضو مدتهم محدودة لا تتجاوز 20 يوم تقريبا الطرق العامة أيضا هناخد الثالث حاجة اللي هو الحفظ بالتجميد على درجة حرارة أقل بقى من الصفر يعني سالب أو مينس زيرو تستخدم لحفظ اللحوم والأسماك وبيوجد نوعين بقى من التجميد والركز فيهم عشان ده برضو أكمل صح وغلط اختر أو قارن السؤال بيجيلك بالتلات طرق أنا بقول لكم كل الطرق اللي يحتمل يجيلكوا بها السؤال في الامتحان القادم بإذن الله علشان تقدر تحصل على أعلى الدرجات واتحقق حلمك سواء كان في المجال العملي أو في المجال للتحاق بالجامعات النوعين اللي عندي اللي هو التجميد البطيء والتجميد السريع التجميد البطيء خلي بالك درجة الحرارة المستخدمة بتكون سالب أو مينس 18 هو حد ينسى علامة سالب دي طيب والنوع التاني يا دكتور اللي هو التجميد السريع حيبقى سالب يعني حرفع الدرجة بالسالب حيبقى سالب أو مينس 32 درجة مقاوية طب أنه الأفضل التجميد البطيء ولا التجميد السريع لا طبعا بيفضل التجميد السريع ليه؟ لأن البلورات السلجية اللي بتتم أثناء عملية التجميد السريع بتكون هشة وغير حادة مما يقلل من تمزق الأنسجة المكونة للمادة الغذائية وبالتالي بيحتفظ الغذاء بأكبر قدر من المادة الغذائية والعناصر الغذائية الموجودة فيه وأيضا مدة الحفظ فيها بتكون مدة أطول من الحفظ بالتجميد البطيء وأنا عامل لكم هنا المقارنة وبسرعة نستعرضها مع بعض التجميد السريع بيتم على درجة حرارة سالب 32 بينما البطيء سالب 18 مدة التجميد فيه التجميد السريع أقل من ساعة بينما في التجميد البطيء بتستغرق من 3 إلى 72 ساعة التجميد السريع هو الأفضل نظرا لأن البلورات السلجية بتكون صغيرة وهشة وتمزق الأنسجة بيكون أقل بينما التجميد البطيء غير مفضل لأن البلورات السلجية بتكون حادة وكبيرة وتمزق الأنسجة بيكون أكبر هنستعرض باقي الطرق اللي هو الحفظ باستخدام الحرارة المرتفعة اللي هو عكس الحرارة المخفضة بتؤدي الحرارة المرتفعة ودي طريقة بيستخدمها الناس أو الإنسان بيستخدمها منذ ألاف السنين اللي هو الحفظ باستخدام أو برافع درجة الحرارة بيؤدي ذلك إلى قتل الميكروبات بتخسرها أو تلافها لإنزيمات وبروتبلازم الخلايا الميكروبية وأهم الطرق المعاملات المستخدمة في حفظ الأغذية البسترة البسترة يعني بمنتهى الاختصار ومنتهى البساطة البسترة معناها أن أنا برفع درجة حرارة المادة الغذائية التي يخشى من تلفها وتعرضها لفقد في القيمة الغذائية لدرجة حرارة أقل من الغليان تتراح بين 60 ل70 درجة مئوية ثم تعريض المادة الغذائية للتبريد الفجائي وده بيساعد على ابطاء وتصبيت نمو الكائنات الحية بتستخدم طريقة البسترة في الاخذية التي تقل قيمتها الغذائية بالغليان زي اللبن وعصير الفواكه والاخذية المتخمرة على درجة حرارة أقل خلي بالكم من أقل من الغليان على أقل من 100 درجة مئوية ومدة مناسبة حوالي نصف ساعة لا تؤثر على قيمتها الغذائية ثم التعريض للتبريد المفاجئ النوع الثاني من الحفظ برفع درجة الحرارة اللي هو الغليان بتستخدم فيه قتل الكائنات الحية الدقيقة زي غليان عصير الطماطم والمربوط النوع الثالث والأخير اللي هو التعليب وخلي بالكم ده بيجي مصطلح علمي في الامتحان حفظ الأغذية فيه أوعية محكمة القفل بعد المعاملة الحرارية على درجة حرارة أعلى من 100 درجة مئوية يبقى ده على طول مصطلح علمي ده التعليب بيستخدم في حفظ في ذلك معاقمات البخار المضغوط بتختلف المعاملة الحرارية للغذاء أي المدة ودرجة الحرارة المستخدمة في التعقيم حسب ظروف الغذاء ونوع الغذاء وتحمله للحرارة وكسافة وأنواع الحمل الماكروبي الموجود في المادة الغذائية الطريقة الثانية بعد الحرارة اللي هو التكفيف الحفظ بالتكفيف والركز فيها لما ممكن يقولك تكلم عن التكفيف ومميزاته وعيوبه في حفظ المادة الغذائية التكفيف مقصود به باختصار نزع رطوبة من المادة الغذائية يعني بأتخلص من كمية الرطوبة الموجودة في المادة الغذائية وجعلها أقل من 15% لأنه دي الدرجة اللي عندها بيكون النمو الماكروبي في أضعف وفي أضيق حالته بيعتبر التكفيف من أقدم طرق حفظ الأغذية وأكثرها شيوعا والتكفيف بيقلل من نسبة الماء الموجودة في المادة الغذائية بتصبح غير صلاحة لنمو الماكروبات دون أن تموت بيستخدم التكفيف في حفظ بعض أنواع الخضر والفواكه والألبان واللحوم والأسماك خلي بالكم بقى من طرق التكفيف عندي ثلاث طرق للتكفيف الطريقة الأولى استخدام طيار من الهواء الساخن بيمرر من خلال الغذاء أو إمرار الغذاء على استوانات ساخنة أو رش المادة الغذائية السائلة في حجرات ساخنة مفرغة من الهواء أو ممكن أستخدم كمان التعريض لأشعة الشمس هاخد بعد كده مميزات الحفظ بالتكفيف أول حاجة بتكون مدة الحفظ به لفترة طويلة جدا اتنين أقل تكلفة ممكن أستخدم أشعة الشمس وده مصدر طبيعي للطاقة تلاتة بيقلل من حجم ووزن المادة الغذائية مما يؤدي إلى سهولة عمليات النقل والتخزين لأنه بيقل في الوزن وبيقل أيضا في الحجم وبوفر فيه مساحة المخزن عيوب التكفيف أول حاجة بيغير من صفات الطعم والقوام للمادة الغذائية اتنين بيسبب فقد لبعض الفيتامينات الموجودة في الغذاء تلاتة الغذاء المجفف بيحتاج إلى النقع في الماء لمدة طويلة قبل تناوله عن طريق الإنسان هناخد النوع الثالث بقى من طرق الحفظ اللي هو الحفظ باستخدام الأشعة الأشعة فوق البنافسجية على الرغم من قدرتها على قتل الماكروبات الموجودة في المادة الغذائية إلا أنها لا تستطيع أن تخترق المواد الغذائية وبيكون اختراقها محدود وده بيقلل من استعمالها في عاملات الحفظ وبتستخدم في تعقيم أسطح المواد مثل أسطح اللحوم المصنعة وأسطح الفطائر ومنتجات المخابز وأسطح الأدوات والأواني وفي معاملة المياه المستخدمة في تطهير الأسماك الطول الموجي المستخدم بيتراوح بين 250 إلى 280 نانومتر وذلك بيستخدام لمبات بخار الزبق المصنوعة من الكوارتس الأشعة التانية أو النوع التاني من الأشعة اللي هي أشعة جاما وطولها الموجي بيبقى 1 من 100 أنجستروم ومصدرها بيكون الكوبلت المشاعة خلي بالكم من أسئلة أكمل وبتستخدم في حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ليه ممكن يجيلك سؤال عالي ليفضل حفظ اللحوم والدواجن والأسماك باستخدام أشعة جاما هتقوله نظرا لقدرتها على اختراق المواد والأنسجة هناخد النوع الرابع من طرق الحفظ اللي هو الحفظ باستخدام المواد الحفظة طبعا لا يخلو أي بيت دلوقتي من المواد الغذائية التي تحتوي على المواد الحفظة حتى لو قال لك في المصنع خالية من المواد الحفظة ده أمر مشكوك فيه في الوقت الرهن المواد الحفظة بتدقل فيه معظم المواد الغذائية اللي بتكون معبئة في أكياس أو في عبوات بلاستيكية أو عبوات زجاجية خلي بالكوا المواد الحفظة لو زادت نسبتها عن تركيز معين أو تركيز المسموح به من قبل وزارة الصحة ده بيؤدي إلى إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض الخطيرة جدا زي أمراض الفشل الكلوي أو أمراض الفشل الكبدي بتعمل المواد الحفظة بالأغذية على منع أو تأخير نمو الميكروبات بها وهذه المواد قد تضاف إلى الغذاء أو تتكون به أثناء إعداده ويشترط أن تكون غير ضارة بصحة الإنسان هناخد بقى أمثلة لأهم المواد الحفظة اللي بتستخدم في حفظ الغذاء زي أول حاجة عندي حامض السوربيك والبروبيونيك وده بيستخدم بتركيز 1 إلى 5 في الألف وتستخدم لتصبيط نمو الفطريات النوع الثاني اللي هو حامض البنزويك ده بيستخدم بنسبة 1 في الألف لحفظ العصائر والمربات وأشهر حاجة منه اللي هو بنزوات الصوديو كلوريد الصوديوم والنيتريت والنطرات بتستخدم في حفظ اللحوم والأغذية المملحة هناخد الطريقة الخامسة اللي هو الحفظ باستخدام المحاليل المركزة يعني محلول مركزة يا أولا يعني محلول طغط الأسموزي عالي أو محلول بيؤدي إلى حدوث فقد لماء الخليط الكائن الحية الدقيقة اللي احنا بنقول عليها اختصاراً للميكروب مما يؤدي إلى متهى عن طريق عملية بنقول عليها عملية البلزمة والبلزمة دي يعني فقد الخلية الحية لمائها عند وضعها في محلول عالي الأسموزية أو بنقول عليه عالي التركيز تستخدم هذه المحاليل في حفظ العديد من المنتجات الغذائية وأشهر نوعين عندي اللي هو المحلول السكري وبيستخدم بنسبة 70% خلي بالكم من أكمل وإخطر ده بيستخدم لحفظ المرباط والعصائر والشربات والنوع الثاني اللي هو المحلول المرحي المحلول الملحي بيستخدم بنسبة 15% لحفظ المخللات والأسماك المملحة هناخد بعد كده فساد وتسمم الأغذية بيحدث الفساد البيولوجي بالغذاء بسبب حاجتين يا أولاي الحاجة الأولى بنقول عليها نشاط الإنزيمات الغذاء أو المايكروبات أو الاتنين معا مما يؤدي إلى فساد الغذاء وبيعتبر فساد المايكروبي من أهم مصادر أو أنواع الفساد احنا بنقسم الأغذية إلى 3 أقسام رئيسية أو 3 مجامية أي نوع من الغذاء بنقسمه لـ 3 أقسام رئيسية يا أولاي قسم الأول بنقول عليه أغذية غير قابلة للفساد يعني مدة الفساد بتاعتها أو مدة بقاها بدون فساد بتكون طويلة زي مثلا السكر زي دقيق زي الملح النوع الثاني بنقول عليه أغذية متوسطة القابلية للفساد ده مثلا زي البطاطس زي البطاطا اللي هي المحصلة الدرانية النوع الثالث بقا والأخير اللي هو الأغذية القابلة بقا للفساد يبقى غير قابلة متوسطة القابلية وقابلة للفساد زي بقا اللي بتحتوي أو الأغذية اللي بتحتوي على نسبة عالية من الرطوبة زي الألبان واللحوم والأسماك والبيض وكل الأغذية اللي بتحتوي على نسبة عالية من الرطوبة هناخد بقى العوامل التي تؤثر على طبيعة وسرعة فساد الأغذية إيه هي الحاجات اللي بتخلي الغذاء اللي موجود عندي يفسد بسرعة أول حاجة طبيعة الغذاء وصفاته الطبيعية والكيميائية اتنين نوع وعدد الحمل الماكروبي الموجود بالغذاء طبعا كل مكان عالي كل مكان سرعة الفساد أكبر ثلاثة طريقة الحفظ المستعملة فيه طرق بتبقى مدتها أو فترة حفظها بتدوم لفترة طويلة وفيه طرق بتكون متوسدة وفيه طرق بتفسد بسرعة أربع ظروف التخزين لو أنا بخزن المادة الغذائية في مخزن غير مطابق للمواصفات بيؤدي ذلك إلى فساد الغذاء بسرعة أسرع ولذلك هتلاحظوا أنه فيه منشت كده بيبقى مكتوب على المنتجات الغذائية يقول لك هي الشركة غير مسؤولة عن التخزين السيء أو ظروف التخزين السيء يبقى معنى كده أنه فترة الصلاحية بتاعت المادة الغذائية بتقل كلما كانت المادة الغذائية محفوظة أو مخزنة في مخزن غير مطابق لإشتراطات المخزن الجاية هناخد بعد كده أنواع الفساد اللي بتحدث بالغذاء نتيجة نشاط الماكروبات أول حاجة المقصود بالتعافن تحلل البروتين تحت ظروف لاهوائية أنا عندي معادلة غذية بروتينية زاد ماكروبات محللة للبروتين بيديني أحماض عمينية زاد عمونيا زاد سانيوكسيد الكربون زاد H2S اللي هو غاز كابريتيد الهايدرو جي النوع الثاني من المصادر الفساد اللي هو التخمر ويحدث ذلك فيه الأغذية الكربوهدراطية اللي هي النشويات زاد ماكروبات محللة للكربوهدراط بيديني أحماض عضوية زاد كحلات زاد غزات النوع الثالث والأخير اللي هو التزنخ أغذية دهنية زاد ماكروبات محللة للدهون بيديني أحماض دهنية زاد جيلس رول في عندي بقى أمثلة لبعض فساد الأغذية فساد الخضر والفاكهة زي العفن البكتيري الطري عفن الفطر الرمادي عفن الريزوبس الطري وعفن الفطر الأزرق وعفن الفطر الأسود وكل ده درسناه في مادة أمراض النبات فساد البيت زي العفن الأخضر العفن عديم اللون العفن الأسود الكرموزي العفن الأحمر فساد الزيوت طبعا الزيوت بيحدث فيها فساد كيمياوي زي التزنخ وبيحدث فساد ماكروبي وكثير من الزيوت والدهون قد تتحلل ميان أو تتأكسد بفعل الأحياء الدقيقة وبيوجد الفطر الرماية على أسطح براميل الدهون خصوصا المجمدة مغيرة لنهى ومؤديا إلى حدوث التزنخ بها فساد المشروبات المعبئة أهم من أسباب فساد المشروبات المعبئة المياه أو العبوات المعبئة بها أو الخمائر ومصدرها قد يكون السكر مستخدم في تحضير هذه المشروبات أو العقارة أو القوام اللازج في العقارة بتنتج من نمو الخمير أو البكتيريا أما اللزوجة بتنشأ بفعل هذه المايكروبات فساد الدقيقة دقيقة بيفسد إذا زادت نسبة الرطوبة فيه عن 14% أهم أنواع فساد الخبز الخبز العفن الخبز الأحمر الخبز التبشيري فساد الأسماك ومنتجاتها الأسماك بيحدث لها فساد بالتحالل الزاتي أو الأجسادة وبيتكون طبقة من الريم بالإضافة إلى بعض الأنواع التي يكون مصدرها محتويات العمعاء وفساد الأسماك عندي الفساد يحدث فساد بالتعفن وبيتغير لونها إلى اللون الأصفر أو البني أو الأحمر الداكن وأمثلة لأنواع الفساد فيه الأسماك فساد الأسماك المباردة بيكون محدود المملحة بيكون نتيجة أنه البكتيريا بتتحمل تركيزاتها عليها من الملح وبيتغير لونها إلى اللون الأحمر والأغذية المدخنة لا تفسد إلا تحت ظروف معينة والأسماك المجمدة لا يحدث بها مشاكل إلا إذا كانت ملوثة قبل التجميد وأخر حاجة معنا في حلقة النهاردة اللي هي فساد الأسماك القشرية زي الجنبري والكابوريا بتكون أكثر عرضة للفساد نظرا لإحتواها على نسبة رطوبة عالية بكده عزاء الطلبة والطلبات نكون أخذنا في حلقة النهاردة مايكروبيولوجيا مياه المخلفات وعرفنا يعني إيه مياه المخلفات ومصادرها وعرفنا أيضا كيفية معالجة مياه المخلفات قلنا المعالجة الطبيعية والمعالجة البيولوجية والمعالجة النهية وخدنا طرق الكاشف عن كفاءة معالجة مياه المخلفات وقتلك الاختبارات تركيزوا فيها جامد جدا وبعد كده تتطرقنا لدراسة مايكروبيولوجيا الأغذية عرفنا مصادر تلوث الغذاء اللي هم التمانية وعرفنا أيضا طرق حفظ الأغذية اللي هم خمس طرق ودرسنا أهم مظاهر الفساد في الغذاء سواء كان أغذية بروتينية أو أغذية كربوهايدراتية أو أغذية تحتوي على الدهون والزيوت بكده عزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته